طريقة الرد في فيديو في تعليق في التيك توك تابع معي السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ياسمين عشور ياريت قبل ما نبدأ فيديو النهاردة تعمل اللايك للفيديو ده ولا اول مرة تشوف قناتي تعمل لي اشتراك في القناة النهاردة كده هنتعلم ازاي نرد في فيديو في تعليق على التيك توك يلا بينا كده نروح على التيك توك وبنضغط نفتح التطبيق مع بعض انا اضغط كده على كلمة الملف الشخصي ونروح بقى على اي فيديو عندي على التيك توك او الفيديو اللي انا عايز ارد على التعليقات في التيك توك وبضغط كده على التعليقات عندك هنا التعليقات وببدأ ان انا اضغط ضغطة طويلة على التعليق وعندك هنا الرد بفيديو ببدأ ان انا اختار الرد بفيديو سوف يكون التعليقه التعليقه سيكون ظاهر عندما تسجل الفيديو سوف تسجل الفيديو هنا 15 ثانية و60 ثانية و3 دقايق وبدأ انت تضغط لو تسجل الفيديو وتعمل الكاميرا الامامية عندك الكاميرا الامامية وعندك لو انت تتحكم في السرعة او فلاتر او تعمل تجميل للصورة او تحدد الوقت بتاعك ادي ايه للفيديو او تضيف للفيديو بتاعك سؤال وجواب او تشغل فلاش للكاميرا الخلفية طبعا لو انت عايز لكن لو مش عايز وعايز ترد الفيديو موجود عندك على الموبايل فببدأ ان اضغط على كلمة تحميل من ضغط على كلمة تحميل كده بيجي لك كل حاجة موجودة على الستوديو تقدر انت تختار اي فيديو منهم بالضغط على الدايرة اللي فوق الفيديو ده كده ببدأ ان انا يظهر لكلمة التالي بختار كلمة التالي هيظهر لي بالشكل ده كده والتعليق هيكون موجود كده تمام؟ عايز تعدل في اي حاجة فيه فلاتر تعديل في الصوت او حاجة تخص النص او ملصقات او في الاصوات او كده تبدأ انت تعدل من هنا ومن الاعدادات دي كده بتبدأ التعدل وببدأ اضغط على كلمة التالي من كلمة التالي بقى طبعا هنا الرد على جايب لك اسم الشخص اللي كاتب لك التعليق وهنا هتقدر انت تكتب الفيديو بتاعك عنوان للفيديو وهنا تكتب الهاشتاج لو عايز تذكر حد بتعمله اشارة بتعمله ولو عايز تضيف مقطع فيديو بتضيفه عادي لو عايز تعمل اشارة للاشخاص او تضيف موقع بتبدأ انت تضيفه عايز تعمل هنا تغير في الاعدادات عندك استماح بالتعليقات استماح بانشاء دويتو استماح بالدمج طبعا عايز توقف حاجة من حاجات دي عادي عايز تضيفها ليه قائمة تشغيل بتبدأ انت تضغط على اضافة الى قائمة تشغيل عايز تشايره لاي شخص عندك على فيسبوك او ميسنجر او انستجرام او واتساب ظاهرين موجودين عندك اهو بتضغط عليه بس ممكن تشايره لاي شخص لو ضغطنا على المزيد من الخيارات عايز الفيديو موجود على الجهاز بتضغط على حفظ الى الجهاز هنرجع كده وبنبدأ ان احنا نضغط على كلمة تنشر وهي تنشر الفيديو بتاعك بالتعليق طريقة سهلة وبسيطة كده نكون خلصنا فيديو النهاردة يارب فيديو النهاردة يكون عجبكم ياريت لايك للفيديو واشتراك في القناة كان معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته